حقيقة يعني أكد كمان جوتيرش مسألة أنه الناس جوه محتاجين لفايضان من المساعدات ويمكن الكلمة معبرة جدا الحقيقة يعني في ظل التعنط الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي من دخول المساعدات وللاستمرار في تدمير وتجويع هذا الشعب بعد أحداث السابع من أكتوبر هنا نتحدث عن ضرورة دعم وضرورة انفاذ المساعدات وفايضان من المساعدات للناس في قطاع غز وكان في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أيضا مع وزير الخارجية سامح شكري أشار في جوتيرش لتحقيق بعض التقدم في مسألة توصيل المساعدات لكن قال أنه لازم يكون في عمل أكتر من كده علشان نقدر أن ندخل أكتر مساعدات ممكنة ولازم كمان ده يكون بخطوات عملية ما يبقاش مبارد تصريحات لمسؤولين وبس كده أكد كمان ضرورة أنه إسرائيل تزيل أي عقبات ونقاط التفتيش وهنا بيتكلم عن هذه النقاط اللي بتبقى وقفة في وش توصيل المساعدات وأنهم نفتح مزيد من المعابر ونقاط الوصول كمان أنطونيو جوتيرش تحدث عن توصيل المساعدات لغزة بالطرق البديلة فيه إشارة هنا لمسألة الإسقاط الجوي اللي شفناها مصر ودول عديدة تشارك في هذه الجهود وتحدث كمان عني يمكن إنشاء ممر بحري لإنفاذ المساعدات وضرورة أن احنا ندخل البضائع التجارية بكل الأشكال اللي الناس محتاجها وجدت كمان أنه زيادة المساعدات الإنسانية في غزة مع دخولها ده مش هيحصل بشكل كافي غير لما يكون فيه وقف فوري لإطلاق النار وقد إيه ده مطلب إنساني للعالم كله وللمجتمع الدولي بشكل عام